الفلقة اللي موجودة في الزمالك دلوقتي تنافس على دوري؟ طبعاً طبعاً؟ طبعاً بالموجودين أه طبعاً من غير صفقات ده خالص تنافس على دوري أه طبعاً لما تنافس ليه؟ الزمالك يا كريم ينافس في كل المشاكل دي كلها أنت أخر اتنين دوري وكاس السنة اللي قبل فاتت في نفس المشاكل دي كانش فيه قيد مشي من عندك ساسي بن شرقي طريق حامد أبو جبل كل دول مشيوا لعيبة يعني لعيبة كبيرة سوبر ستارز سوبر ستارز يعني لهم الكريمة بتاع تتين طبعاً فاهمني؟ والزمالك خد بطولات من غيرهم طلع وإيسف وقسامة نبيه طلع سيف جعفر طلع سين طلع نيمار طلع الولاد دول حسام عم يجيد زدوا الفراغ بشكل كبير وإمام عشور دخل لما كان أساسي مش موجود لعين دلوقتي أنت قاد مع نفسك وقاد مع أصحابك بتقول لهم إذا ماك ياخد دولي السنة الجاية؟ عادي جداً؟ لا ماقولش ياخد يعني يقدر ينافس وياخد الدولي؟ آه طبعاً آه آه يقدر ينافس بس دي ده توقف على حاجات كثيرة جداً كبير إيه بقى؟ ما أنا قلت لك استقرار إداري استقرار مادي فاهمني؟ آه الجماهير طبعاً أنا عارف أنها بتدعم بدون شكل أنها عانت الأمرين من الأوضاع اللي حصلة في نادي الزمالك ودايما نقول الجماهير سندوا سندوا ما هم الناس بتسند صح لكن أنا أتكلم فيه استقرار نفسي مادي إداري أو إداري مادي نفسي لأن المادة لو كويسة النفسي هتستقر صحيح فبالترتيب كده فلازم يقفيه استقرار إداري آه عشان تقدر الإدارة تدير لو حد يجي الفترة اللي جاي عدم الاستقرار إداري لفترة الفترة دي أثر بشكل سلبي على الفرق كريم وخلق إحنا كنا رايحين أسوان لو تفتكر أسبوع كان كامل عشر أول دوري أول دوري بالإدارة أوه ماتش أسوان ده لغير كل حاجة ما أنا بقولك يعني أسوان أنا دايما أقول أسوان ليه إنت رايح أول دوري خسرت الماتش كل حاجة كرت بقى بعد كده صحيح فأهم صحيح فأنت يعني نفس اللعيبة هي مفيش صفقات ومفيش حد جه هم هم اللي كانوا بلعبوا هم